لماذا الدعم الغربي للصوفية؟ قد يتعجم المرء عند أن يرى الخطوة التي يتبواؤها رموز الصوفية وشيوخها لدى ساسة الغرب وقادته لكن ذلك العجب سيتبدد عند أن تعرف عظم الخدمات التي تقدمها الصوفية للقوى الغربية والمكاسب التي حققها الغرب عن طريقهم بأكل خسارة وكلفة ففي تقرير نشرته مجلة يو اس نيوز اندورد ريبورت الأمريكية بعنوان عقول وقلوب ودولارات والذي يهدف إلى الوصول إلى العالم الإسلامي يقول التقرير في إحدى فقراته يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون بشكل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها العالمية قد تكون واحدا من أفضل الأسلحة فالصوفية بطرقها الباطنية تمثل برأيهم توجها مناقضا للطوائف الأسورية كالوهابية التي يمنع أشد أئمتها تعصبا الموسيقى والرقص بل حتى الحب الرومانسي إذن هي الموسيقى والرقص والحب الرومانسي ما يجعل الصوفية خيارا مفضلا لدى الغرب ولا يخفى ما لهذه الأمور من دور بارز في ضعضعة الصف الإسلامي وتمييع الناشئة من أبنائه لقد كان للإسلام الصحيح دور بارز في بعثرة أباطيه الغرب ومشاريعه الاستعمارية في بلاد المسلمين ويصعب على الغربيين في الوقت نفسه اجتثاث هذا الإسلام المحمدي الصافي لأنهم سيدخلون في مواجهة سافرة ومعركة خاسرة مع الأمة الإسلامية بأسرها فبدأت خيوط المؤامرة تنسج وبدأت مراكز الدراسات ترسل توصيتها لأصحاب القرار بتبني دعم الصوفية لكونها أنجع وسيلة في تتجين الأمة وتركيعها فانطلقوا في دعمها وتشييد مزاراتها وطباعة تراثها واعتماد مجالسها ومؤسساتها ومن أدلة ذلك أعلان أمريكا في شهر فبراير عام 2010 ميلادية عن نيتها تنظيم مؤتمر دولي للصوفية في مواجهة أفكار التشدد في العالم الإسلامي وقامت السفيرة الأمريكية في باكستان في الحالي والعشرين من إبريل لعام 2010 ميلادية بالتوقيع على معاهدة بينها وبين اتحاد الصوفيين في باكستان قدمت لرئيسه مليون ونصف مليون دولار قررت تخصيصها لتزيين الأماكن المقدسة للصوفية في باكستان وترميم المزارات التاريخية وصيانتها إلى جانب بناء قبب المزارات المختلفة ويوضح لنا بيرنارد لويس الصورة أكثر فيقول إن تفاقم تأثير الحركات الأصولية الدينية في أواخر السبعينات والثمانينيات قضى نهائيا على أفكار غربيين كانوا يعتقدون أن التصوف الإسلامي السياسي يحد من تأثير الإسلام السياسي فمقاومة السلطة السياسية من منوك وأباطرة وفراعنة كما يؤكد دانيال بيرس وجد له الأصولي لتفسيرا في القانون الإسلامي ولذا فإن الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع عمل الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة وإقصائه نهائيا عن قضايا السياسة والاقتصاد وبالطريقة نفسها التي استخدمت في تهميش المسيحية في أوروبا والولايات المتحدة إذن فالصورة باتت واضحة والمخطط بات مكشوفا فقد وجد الغرب في الصوفية بغيتهم المطلوبة فهي بالمجان تفت في عدد الأمة وتجتهد في تميعها وإقناعها بحرمة مقاومة المستعمر وضرورة الخنوع له دينيا وسياسيا واقتصادية ثم تغلف كل ذلك باسم الشرع والدين فأي غاية لدى الغرب أعظم من هذا وأي خدمة جليلة يبذلها هؤلاء الأغمار لأعداء الأمة وأي جناية يقترفونها بحقها